تجديد الالتزام الأمريكي بالأمن الكويتي وتثمين الدور الإنساني وبحث تعزيز العلاقات المتميزة بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية كان محور اتصال هاتفي تلقاه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من الرئيس الأمريكي دولاند ترامب والذي جدد في مستهله الأمير خالص تهانيه له بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وأتوليه مهامه الدستورية وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية ومتنتها وعلى التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أطر التعاون بينهما في مختلف المجالات كما استعرض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الصحتين الإقليمية والدولية والتشاور بشأنها وأكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف وقد أكد ترامب الالتزام بأمن الكويت واستقرارها والإشادة بدوره الإنساني كذلك وجهت دعوة للأمير لزيارة الولايات المتحدة في وقت يتم الاتفاق عليه فيما ثمن الأمير هذا التواصل ووجهت دعوة لترامب لزيارة الكويت متطلعا تلبيتها في المستقبل القريب